أو أن يستقبل شيء ينهي عن صلاته يستقبل التلفاز كأس العالم ويستقبل التلفاز مثلا أي نعم أو يستقبل نار يصح يصلي في مكان يكون يعني فيه أناس يمشون مثلا أو سيارات ينهي هذا يتحر مكان يصلي فيه ويكون هذا المكان يعني يحصل له بالصلاة هذا المكان خشوع طيب أو يدافع الأخبثين ما معنى المدافعة المدافعة يعني هناك شيء يريد أن ينزل وهو يمنع هذا من النزول فالمدافعة هنا عندنا في عندنا مدافعة خثيفة جدا فهذه ما تؤثر قوية جدا الصلاة باطلة لأنه لا يدري عن صلاته أصلا مفهوم والوسط والوسط تكون الصلاة مكروهة أو في حضرة طعام يشتهيه ومأذون له في تناوله طعام أو شراب ما فيش كان يشتهيه ومأذون له في تناوله هذا الأخ ليس لديه مان الحمد لله النفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبد فجميع ما في الأرض لا يكفيها شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه لا يدعو بماذا بالفقر يقول لا ما يصح الدعاء أن تدعو اللهم احني مسكين وامتني مسكين يقول هذا الحديث لا صح وإن صح يكون معنى الحديث متواضع بما لا يدعو بالغنى الفاحش لا كفاف مفهوم وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبد فجميع ما في الأرض لا يكفيها فقير ليس لديه معنى الحمد لله وبجانب مطعم وفيه ما لذ وطار يا أخي قم صلي قال والله طعام أشتهي هل يقدر على تناوله لا طعام لا يشتهي ما شاء الله عنده في البيت ما لذ وطار لكن أكل والحمد لله أو الزوجة تصنع في الطعام في نهار رمضان وراد أن يصلي العصر يا أخي صلي قال طعام وأشتهيه ما أذول له فيه ما لا أصنع يصلي يتعمد بعض الناس هدان الله إياه يتعمد يقول الزوجة اسمعي يؤذن السابعة إلا ربع السابعة إلا عشرين دقيقة ضعي الطعام والحمد لله مفروم أو قال ضعي لنا في الطعام ثم بصر لماذا؟ قال حتى نأكل وسقط عني وجوب الجماعة ما يصح هذا تعمد هذا هذا يعامل بنقيد قسدي طيب صلاة الكسوف صلاة الكسوف قلنا يرى بعض العلماء وجوب صلاة الكسوف لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وخرج إليها خائفا عليه الصلاة والسلام يجر رداء وصلى صلاة غريبة طويلة وقال رأيت كذا وكذا وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهم عباده تخويل صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام بركوعين في كل ركعة يعني يقوم يجهر بالقراءة يكبر يستفتح يقرأ الفاتحة ثم سورة طويلة في الأولى ثم يكبر ويركع ويجعل الركوع قريبا من القيام ثم يقول شمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى ثم يركع مرة ثانية ثم يرفع ثم يسجد ويتم هذا الركعة ويأتي بالثانية مثل الأولى ركعتين بركوعين في كل ركعة ثم يخطب الناس كما خطب النبي عليه الصلاة والسلام ماذا نصنع عند الكشوف الصلاة والاستغفار والصدقة صلاة واستغفار وصدقة طيب في أي وقت تصلى حتى في أوقات النهي على ما سيأتي معنا بإذن الله نعم صلاة الاستسقاء صلاة الاستسقاء تصلى هذه الصلاة عند الحاجة إلى الماء السنة في صلاة الاستسقاء وفي صلاة العيدين أن تصلى في المصلى ترك النبي صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي وخرج وصلى في المصلى هذا إن تيسر وإلا تصلى في المساجد صلاة الاستسقاء يصلى ركعتين يجهر في القراءة نعم يخرج قلنا يخرج إلى المصلى لكن يخرج في هيئة المنكسر المتواضع لأنه يطلب من الله السقيا يفعل قبل الخروج الأسباب الموجبة لرحمة الله يخرج يخرج من المظالم يتصدق يستغفر نعم يصنع هذه الأمور بعد هذا ذكر المؤلف أوقات ينهى عن الصلاة فيها إلا 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 قضاء الفوائد من الفرائد نام عن الصلاة وقام في وقت النهي ماذا يصنع يصلي من نام عن صلاة أو نسيئة فلنصلي لذكرها كذلك الصلاة التي لها سبب كما ذكرنا الآن في الكشوف وتحية المسجد ورقعتها الطواف مثلا أوقات النهي كم من يعرف الله أفتح عليك أجلس خمسة أوقات النهي خمسة على التفصيل وهذا أحسن أوقات النهي عن الصلاة خمسة لو قال لك قائم ما الحكمة ما الحكمة في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات الخمسة ماذا تقول لا يسأل عما يفعلهم يسأل واحد الثاني الآن سيأتي معنا أن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس هذا الوقت وافق الوقت الذي يعبد فيه أهل الشرك فنهينا عن الصلاة في هذا الوقت لماذا حتى لننشى بهم فقط في الوقت فابا لك مشابة الكفار في عيادهم واحتفالاتهم وطوسهم هذا الثاني أما في وقت الظهر يعني وقت قبل الزوال هذا الوقت الذي تسعر في نار جهنم نسى الله كذلك من الحكم عن النهي في هذه الأوقات أن النفس تنشط تمنع عن الصلاة فتشتاق للصلاة تصلي تمنع تشتاق للصلاة تصلي لا يسأل ما يفعل وهم يسأل مفهوم نعم كم باقي سلس ساعة على الأذان نعم مشكلة جوالات اللي يؤذن والله أخواننا يعني القرآن وكذلك السنة والأذكار ما يمكن أن تجعلها جرس للهاتف المحمول جوال أقل شيء أحيانا تدخل لدورة المياه ويؤذن ما تصنع صحيح شكال الله وهذا أصلي وكذا يعني تنبه لهذه المسألة مفهوم لكن يا أخواننا النصح يعني وقل لعبادي يقول التي هي أحسن نعم تنصح تحاول وكذا والحمد لله طيب أوقات النهي إذن خمسة الوقت الأول يبدأ بتسليم الإمام من صلاة الفجر إلى ظهور قرص أول ما يبدأ يظهر قرص الشمس هذا الوقت الأول هنا ما يصلي إلا ما ذكرنا من ركعة الفجر إذا لم يصلي قبل الفجر طيب هذا الوقت الأول الوقت الثاني من ظهور القرص إلى أن يرتفع هذا تقريبا الوقت تقريبا ربع ساعة مفروم هنا ما يصلي خي إلا على ما ذكرنا استيقظ في هذا الوقت ولم يصلي الفجر وصلي الفجر ذوات الأسباب تصلى في هذا دخل المسجد مثلا الوقت الثاني قبل أذان الظهر تقريبا بربع ساعة عشرين دقيقة يعني الوقت الذي تكون فيه السماء تكون فيه الشمس في كبد السماء على رؤوس الخلائق ولا يرى ظل الأشياء هذا في بعض المناطق لكن في بعض المناطق هناك ظل الشمس وهذا إن شاء الله تعالى يعني نأخذه في موقف السلام يعني قبل الظهر تقريبا بعشرين دقيقة هذا الوقت الثالث الوقت الرابع يبدأ بالتسليم الإمام من صلاة العصر إلى قرب الشمس من الغروب هذا الوقت الرابع قرب الشمس من الغروب حتى تغرب هذا هو الوقت الخامس أوقات خمسة وهي معنى الصلاة فيها الإمامة الإمامة كل شيء مرتب في هذا الدين ولله الحمد من يتقدم ومن يتأخر الإشكال يذكر الشيخ بن عثيمين رحمة الله تعالى أن بعض الناس إذا اجتمعوا مثلا في مكان ماذا يصنعوا تفضل 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 سبحان الله وفي آخر الأمر يتقدم ويصلي من لا يحسن الصلاة صحيح وفي الغالب ترى بعض الشباب هدان الله إياه ما يدخل إلى المسجد قبل الإقامة أو في آخر المسجد أو في الطرف أو يتخف حتى لا يرى أحد لماذا؟ حتى لا يتقدم ويصلي بالناس مع أن هذا هو أفضل من في المسجد ماذا تصنع؟ يذكر هذا الشيخ بن عثيمين رحمة الله تعالى إذا اجتمعوا ناس وتعرف أنك أحفظ القوم فأقرأ القوم ماذا تصنع؟ هذا الشيخ مصطفى ماذا تصنع؟ تتقدم وتصلي ما تكلم أحد قد يقول قائل هذا ما هو حب إمامة وحب شهرة وترفع مثل ما يقول بعض الناس اليوم قال فلان يدرس نعم يريد كذا وكذا الصديق رضي الله عنه مات النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتقدم أحيان في الصلاة عندما مات النبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر وخطب في الناس عرف أن هذا الموضع لا بد من القيام ولا بد نتقدم التمس رضى الله وإن سخط الناس النتيجة رضي الله عنه وأرضى عنه الناس فتنة عمر يتكلم رضي الله عنه وكذا وكذا عرف الصديق أن هذا موضع لا بد نتقدم صحيح فأنت تعلم من نفسك أنك أحمر الناس وأعلمهم وكذا تتخفى اسمح لي هذا المثل يعني أخواننا اكرمكم الله هذا الحمار حمار حمار يصيح صح يعني يريد أن يبين لك أنه حمار يعني هو حمار ويقول أنه حمار من يشتغل أنت وأنت متبع لهدي النبي عليه الصلاة والسلام تتخفى ويأتي مجلس ويتكلمها بالباطل وأن تسكت تتراجع ولا تتقدم ولا تصلي بالناس وبعد هذا تقول والله المسجد كذا راح المسجد الأول ذهب المسجد الثالث ما يمكن لك دور في هذه الحياة قم بدورك يا أخو صحيح ولا إشكال بهذا ودعا الناس يقولوا انتمس رضا الله وانسخط الناس إذن إذا اجتمعوا ناس في مكان وتعرف أنك أحق الناس بالإمامة ما تكلم حتى تقدم استوه الله أكبر نعم يا أم القوم أمور مرتبة أقرأهم لكتاب الله القراءة لكتاب الله على مكان عليه السلف قراءة وتدبر وعمل لو اجتمع عندنا قارئ أي على ما يذكر بعض الناس أنه يحفظ القرآن حفظ القرآن حفظ الآيات والتدبر والعمل هذا حفظ القرآن نعم خيركم من تعلم القرآن تعلم القرآن تعلم القرآن ما معناه قراءة فقط تجويد لا قراءة وتدبر وعمل فلو كان عندنا يحفظ القرآن كامل ولا يعرف الفقه وهذا يحفظ شيء من القرآن وفقيه يعرف فقه الصلاة من يقدم هذا الذي يعرف فقه الصلاة ولماذا تترك حفظ القرآن يا أخي أصلا يحفظ يا أخي مفهوم نعم طيب أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القرآن يعني اجتمع هذا الأخ وهذا الأخ فمن يتقدم ننظر في القرآن سواء فأعلمهم بالسنة بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أعلمهم بالسنة حفظ تدابر عمل تدابر عمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يظهر عليها أثر السنة العمل بها طيب ثم بعد هذا فأكبرهم سنة فأكبرهم سنة كذلك الآن مثلا جئنا لبيت هذا وهو أقل القوم حفظ وعلم بالسنة لا تقدم عليه أحد وكذلك في سلطاني كذلك الآن إمام المسجد عندنا هنا ما يتقدم عليه أحد صحيح نعم ما يتقدم عليه طيب الآن الصفوف كيف تكون الصفوف أنت تعرف الآن إشكالات في الصفوف والبعض يتخاصم ويرفع الصوت وكذا يا أخواني يتقدم الإمام وتأخر المأموم إذا كان الإمام يصلي مع واحد يصلي بجانبه لا تأخر عنه شيء عن يمينه وإذا كان مع الإمام أكثر من واحد يصلوا خلف الإمام والأصل في الإمام أن يتوسط تكون الصفوف قريبا من بعض نكمل الصف الأول فالأول نسد الفرج يتقدم الرجال ويتأخر النساء الصبيان الأصل أن يكونوا مع الرجال إذا تقدم يقول الشيخ بن عثمين رحمة الله الصغير إلى الصف الأول لا حق بالمكان إلا إذا كان ممن يلي الإمام نؤخره لا نجعله عن يمين أو عن شمال ليس هناك أولوية اليمين عن الشمال نعم يتوسط الإمام ثم تكون هذه الصفوف طيب دخل إلى المسجد وجد الصفوف مكتملة ماذا يصنع يجر إنسان لا لا صلاة لمنفرد خلف الصف إلا في الصف فماذا يصنع في الغالب الصفوف اليوم نفيها أماكن وفرج إن لم يجد مكان على يقوله الشيخ الإسلام تيمين لم يجد مكان في الصف حاول ولم يجد مكان وصلى خلف الصف منفردا صلاته صحيح وإن وجد مكان فصلاته باطلة صلى خلف الصف وهناك مكان في الصف وصلى منفردا فصلاته باطلة ما الدليل قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف إلا في الصف يعني يستطيع الدخول وهذا لا يستطيع الدخول فصلاته صحيح طيب كم دقيق ربع ساعة الله ألم أتوقف وبعد صلاة بعد الصلاة إن شاء الله تعالى نكمل والله أعلم وصلى الله على النبي محمد وعلي صحبه السلام شكرا